برحب فيكم من خلال منصة إدراك التعليمية أنا المدربة حبا أوفي عدوان مدربة حاسوب من شركة سبيكتو وهي الممثلة الرسمي لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الـ ICDL في الأردن وعشر الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رح أكون معكم إن شاء الله لنغضي المساقات الخاصة بشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الأساسية ICDL Base وهي أساسيات الحاسوب، معالج النصوص، الجداور الإلكترونية وأساسيات الإنترنت ولتقدروا تطبقوا معنا المهارات العملية المطلوبة لازم تنزلوا ملفات العمل الموجودة ضمن تبويب ملفات العمل أساسيات الحاسوب اللي رح تلاقوا فيه الملفات المستخدمة في شرحنا ضمن دروس هذا المساق وملفات أخرى يمكن استخدامها للتدرب على المهارات المطلوبة رح نغطي سوا في مصاقاتنا كل المهارات اللازمة لتدخل وتشتاز امتحان الـ ICDL الدولي ولتتأكد إنك امتلكت هاي المهارة ووفرت إدراك بالتعاون مع شركة سبيكتو نسخة تجربية خاصة من امتحان الـ ICDL مكون من 15 سؤال واللي رح يكون موجود ضمن آخر فيديو للمصاق لحتى تقدر تقيس مستوى مهارتك قبل التقدم للامتحان الفعلي ولتعرف أكتر كمان عن موادها وعن الامتحانات الدولية والتسجيل يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لشركة سبيكتو مصاقنا هو أساسيات الحاسوب واللي فيه رح نتعرف على استخدامات تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية وعلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بها من أجهزة ومعدات وبرامج وكمان رح نتعرف على أساسيات استخدام جهاز الحاسوب بدءا من تشغيله أو إيقاف التشغيل ورح نتعرف على برامجه ونوافذه ورح نتعامل معها ونغير من خصائصه المختلفة من خلفية سطح مكتب أو تغيير اللغة أو التاريخ وغيرها من الإعدادات بما يخدم حاجة المستخدم وكمان رح نحكي عن ميزة التعليمات المتوفر ضمن نظام الويندوز لمساعدة المستخدم على استعراض وقراءة كل ما يخص العمليات الأساسية لجهاز الحاسوب تابعونا